في التقرير الجاي هنشوف مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة كمان أهم المطشاط اللي هتتلعب فيه الجولة الـ 26 من الدوري المصري ولقاءات الإياب من دور التمانية لبطولة الدوري الأوروبية بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فدار الإفتاء هتستطلع هلال شهر شوال لعام 1444 هجرية مع تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وهيتبم إعلان نتيجة الرؤية بعد المغرب بنص ساعة تقريبا وهتكون متاحة من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة هيلتقي سيراميكا كيلو باترا مع الاتحاد السكندري الساعة 9 وربع بالليل في نفس التوئيد هيلتقي المصري مع الإسماعيل النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع أربع مباريات قوية في إطار لقاءات الإياب من دور الثمانية من الدوري الأوروبي هيلتقي فانورد الهولندي مع روما الإيطالي الساعة 9 بالليل وفي نفس الوقت هيلتقي كل من يوفانتوس الإيطالي مع سبورت انجليش بونا البرتغالي ومنشستر يونايتد الإنجليزي مع إشبيلي الأسباني وليفر كوزين الألماني مع سانت خلويزي البلجيكي